أم ليلة من فرنسا تقول معكم السلام على غير المسلمين أخت الفاضلة ما في بأس لي المسلم أن يسلم على غير المسلمين بمثلا السلام الذي هم معتادين مثلا عليه من مثلا من ألفاظهم مثلا أو يقول مرحبا أو كيف حالك أو كذا الخلاف عند العلماء في قضية لفظة السلام عليكم ورحمة الله عندنا ثلاثة أقوال فيها قول الأول بالمنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نبتدأ غير المسلمين بالسلام القول الثاني بالجواز قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع لأنهم كانوا هم يسلمون سلاما فيه مقاصد خبيثة وسيئة يقول للمسلم أسام عليك مثلا ومن أهل العلم من قال بأن إذا فهم الإنسان لفظة السلام عندهم وأنه يردون رد صحيح قال ما في بأس في مثل هذه الحالة لكن عموما ما دام أنتم إذا قلتم السلام مثلا السلام مثلا أو قلتم مثلا يعني أتيتم ببعض الألفاظ التي عندهم ما في بأسه هذا لا يعني أن الإنسان مثلا إذا قابل غير المسلم يكفهر في وجهه أو مثلا يظهر عدم الاحترام هذا غير صحيح إحنا مسألتنا كلها في مسألة السلام يعني لفظة السلام لأن لفظة السلام شرعية وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهى عن هذه اللفظة لماذا؟ لأنه شرعية شرعية وبعض العلماء يرى جواز ابتدائهم بالسلام مدام أنهم يردون رد سليم أو هم يبدأون مثلا يبدأون بالسلام ونحن نرد عليهم السلام